مدينة كوباني دخلت التاريخ من أوسع الأبواب لكن يؤسفني القول بأنها كانت أبواب الحرب والدمار والخراب قد يقول قائل من يتحمل المسؤولية عن نظام التركي وتنظيم داعش الأرهابي وهذا صحيح لكن أيضا يتحمل حزب العمال الكردستاني جزءا كبيرا من المسؤولية قبل الخراب وأثنائه وبعد الخراب حديثي في هذا الفيديو سيكون عن الخراب بعد الخراب الخراب الذي أضافه حزب العمال الكردستاني إلى الخراب الدولة التركية وتنظيم داعش الأرهابي تحت مسمى إعادة الأعمار مشروع إعادة الأعمار مشروع متحف كوباني قبل مشروع جامعة كوباني إلى أين ذهبت مشاريع الأعمار إلى أين ذهبت الأموال التي رصدت لهذه المشاريع من هو تومان كنعاني الكردي العراقي الذي أتى من كردستان العراق إلى كوباني لكي يدير أو يترأس لجنة إعادة أعمار كوباني هل خلد كوباني من المهندسين ليأتي تومان كنعاني ويقدم نفسه على أنه مهندس معماري وفعل ما فعل في كوباني واختلس ما اختلس هذا سؤال سأحاول الإجابة عنه في الفيديو من هي هوجين عزيز من هي هوجين عزيز التي أتت إلى كوباني في 2015 وقدمت نفسها على أنها أكاديمية وأنها مختصة في شؤون الشرق أوسطية والقضايا الإنسانية وتقديم المساعدة الإنسانية في مراحل الأزمات والحروب من هي هوجين عزيز؟ وما علاقة هوجين عزيز وشومان كنعاني بيشاناز إبراهيم أحمد القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني سأحاول في هذا الفيديو تسليط الأضواء على هذه النقاط وإثارة ملف من أهم وأخطر ملفات فساد حزب العمال الكردستاني في المناطق الكردية السورية في الشمال السوري حضروا فناجينا قهوتكم والأوراق والأقلام لكي تسجلوا ملاحظاتكم وتسطروا تقاريركم إلى قيادة حزب العمال الكردستاني والكلام موجه إلى المعنيين برصد ومتابعة هذه الفيديوهات سأتعبكم قليلا معي ومعذر على الإطالة وإلى التفاصيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا خبر عن الإعلان عن وضع حجر الأساس لمبنى جديد لجامعة كوباني وكأنه كان هناك مبنى قديم يعني أصلا مدينة كوباني المنكوبة الشهيدة لم يكن فيها أي جامعة لا مبنى قديم ولا مبنى جديد المهم ما يهمني في هذا الخبر التفاصيل والتاريخ تاريخ صدور الخبر ونشر الخبر كما ترون أربعا نيسان مولد عبدالله أجلان تاريخ ميلاد عبدالله أجلان 2018 يوم الأربعاء هذا هو تاريخ نشر الخبر هنا صورة صورة لمجسم المكات المبنى الجامعة أو يفترض أن يكون مبنى الجامعة فيديو المرفق غير متاح ما يهمني أنه جرى ذلك في مؤتمر صحفي عقد المؤتمر في الموقع الذي تدشن فيه الجامعة في مزرعة صوفيا الواقع جنوب مدينة كوباني بعشر كيلومترات حضر المؤتمر الصحفي العشرات من أهالي كوباني وممثلون عن الإدارة الذاتية الديمقراطية ومقاطعة كوباني وبينهم الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في المقاطعة أنور مسلم وهذا محامي أنا أعرفه بشكل شخصي وبريوان حسن لا أعرفها مهم هنا يعني صاحب مؤسسة هيفي الوهمية أو هيوات تشوماني وبدوره شكر الإدارة في مؤسسة هيفي تشومان كنعاني تشومان كنعاني وليس هيوة تشومان كنعاني الإدارة الذاتية وجميع الذين تعاونوا لوضع حجر الأساس لجامعة كوبانيو كذلك شكر المساهمين الذين قدموا المال والمساعدات من أجزاء كردستان الأربع وطبعا يعني هناك جهة أوروبية قدمت المال وذكرتها في التفاصيل ويعني أجزاء كردستان الأربع لا أعلم يعني من يقصد ينبغي أن يكشف الجهات الأجزاء كردستان الأربع التي تبرعت لهذا وتمت الإجابة على أسئلة أشار إلى أن كلفة الإعمار ستصل إلى 70 مليون دولار كلفة إعمار الجامعة 70 مليون دولار وبأنهم حددوا عامين كالسقف الزمني للانتهاء من بنائها أبناء كوبانيو يشاهدون هذا الفيديو والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الخدمية والسياسية والكل يشاهد هذا الفيديو الخبر واضح أنه خلال عامين ينبغي أن تكون هذه الجامعة يعني منتهية البناء وسوف تستوعب 35 ألف طالب جامعي وأن المساهمين أغلبهم من أجزاء كردستان الأربع والجامعة ستكون للجميع وليس فقط لأقليم الفرات وأبناء كوبانيو حتى سيقبلون طلبة من خارج سوريا وإعطاء الأولويات للكفاءات العلمية لإعطاء المحاضرات فيها بحسب الترتيب الدكتوراه ومجسير مجاز هات يعني تفاصيل الخبر يفترض الآن بموجب هذا الخبر وبموجب هذا الإعلان أن تكون الجامعة منتهية منذ عامين ويعني باشرت عملها والطلاب ووفق الهيئة ووفق الماكت الموضوع لها طبعا لم يذكر الخبر أو لم يذكر المسؤول عن منظمة هيفي تومان كنعاني أي جهة دولية ساهمت في هذه الجامعة في هذا الخبر أيضا المتعلق بإعادة إعمار كوباني يظهر اسم تومان كنعاني يعني الخبر الأول كان في 2018 منظمة هيفا بده يعمل جامعة بكوباني الآن هذا الخبر منسقية إعادة إعمار كوباني تواصل بناء ثلاثة مشارك كوباني المهم هنا التاريخ التاريخ هنا الثلاثة عشر نوفمبر 2015 إذن هذا الرجل يعمل في كوباني وينخر في كوباني منذ 2012 بحسب هذا التاريخ المهم الخبر يتحدث عن إنشاء مطاحن ومخابس في كوباني لكن يعني ما يهموني هو ورود اسم هذا الشخص في سياق هذا الخبر وبحسب المهندس المعماري والإداري في منصقية إعادة إعمار كوباني شو مان كنعاني فإنهم انتهوا حتى الآن من ستين بالمئة من الأعمال من أعمال بناء المطحنة وأكد أنه من المرجح انتهاء هذا المشروع بعد الشهر سيحضر ويجحس بمعدات أجهزة حديثة قامت المنسقية باستيرادها سابقا من باكور كردستان كيف تم الاستيراد كيف تم الاستيراد من باكور كردستان يعني وكوباني محاصرة وهذا الخبر في 2015 وتاء يعني السلطات التركية تعلم بأنه إذا يعني علبة بسكويت أو من باكور كردستان تأتي إلى كوباني فإنها ستدخل في سياق أو تحت سيطرة أو نفوذ حزب العمال الكردستاني فما بالكم في الأمور الخدمية وأمور الإنشاءات يعني كمان شيء غريب وأكد تشومان كانعاني إن المنسقية بصدد مشروعين آخرين وهما بناء مخبزين يعني يتحدث هنا تشومان كانعاني يتحدث عن بناء الخبز والأمور الخدمية المتعلقة بالمطاحن والمخابز لكن في الخبر السابق يعني كان يتحدث عن مشروع أعمار جامعة كوباني هذه احتفالية نظمتها جامعة كوباني أو يفترض أنها جامعة كوباني والفيديو يعني منشور في آذار الماضي 2022 عدد المشاهدات 6491 عدد المعجبين كما هو واضح لديكم والقناة هي كوباني FM يعني مثل حفلة عرس حفلة زفاف يعني يفترض أنه هذا عيد نوروز تنظمه الجامعة لكن في الفيديو الذي هذا الفيديو سأضع لكم الرابط لا يظهر مبنى مبنى الجامعة وفق الماكيت الماكيت اللي عرضته في الأخبار أو الصور المتعلقة بمشروع بناء جامعة كوباني كما ترون يعني احتفال يفترض في جامعة كوباني هذا أيضا تقرير عن بدء الدوام الدراسي في جامعة كوباني منشور على قناة ماشت نور FM في 30 أكتوبر 2021 طبعا سأنشر الرابط من خلال الرابط والمشاهد المعروضة لا يظهر يعني على أنه مبنى جامعة صرف عليها أكتر من 70 مليون دولار 70 مليون دولار يفترض أنه صرف على هذه الجامعة بموجب التقارير الأخبارية الأولية التي أنا نشرتها هذه هي جامعة الصرح العلمي لحزب العمال الكردستاني في جامعة كوباني والأموال التي أتت من الخارج وكيف يعني تم نحبها عن طريق تشومان كنعاني ومن يحمون تشومان كنعاني في هذا الفيديو يعني تتكشف الفضيحة على أنه لم يكن هناك مبنى وهناك عقود جديدة وهناك إعادة البناء وأن البناء تتوقف لأسباب خاصة طبعا هذا الرجل وهو شارفان مسلم الرئيس المشترك للجامعة لا يكشف عن قضايا الفساد والسرقات والاقتلاسات التي جرت إنما يتحدث في هذا التقرير وستجدون الرابط أسفل هذا الفيديو على أنه يعني تم يعني التفاصيل الجديدة لإعادة إعمار جامعة كوباني وكما ترون أنه الفيديو منشور على الحساب الرسمي للإدارة ريفابري أنيسا نظم تش أنيسا لا أعلم يعني على حساب على اليوتيوب لكن الحساب عليه لوجو الإدارة الذاتية الديمقراطية والفيديو منشور في 24 يوليو الشهر المنصر 2022 عدد المشاهدات 57 عدد المعجبين واحد وهذه يعني في تفاصيل صندوق الوصف في الفيديو استأنفت الإدارة الذاتية للشمال والشرق سوريا منذ الأشهر الماضية أعمال بناء جامعة كوباني الجديدة نظرا لازدياد عدد الطلبة والكليات والأقسام التعليمية فيها بعد أعوام من توقفها وقال شارفان مسلم الرئيس المشترك لجامعة كوباني لموقع الإدارة الذاتية الرسمي الآن يعني هذا حساب رسمي للموقع للإدارة الذاتية على موقع اليوتيوب وقال شارفان مسلم الرئيس المشترك لجامعة كوباني لموقع الإدارة الذاتية الرسمي إن استأنف مشروع بناء جامعة كوباني الذي سيدم عشرة آلاف طالب وطالبة بعد أعوام جاء نتيجة زيادة عدب الطلبة وافتتاحها وقشف مسلم أن الورشة القائمة على المشروع اقتربت من إنهاء المرحلة الأولية في 22 اقتربت من المرحلة الأولية وهذا الفيديو يعزز أن الفيديوهات السابقة عن الاحتفال بعيد النوروز وبدء العام في 2021 يعني كان في مواقع أخرى أو في أبنية متواضعة أخرى وين راحت السبعين أين ذهبت سبعين مليون دولار المخصص لبناء هذه الجامعة يا كنعان تومان كنعاني يا شارفان مسلم ومن يعني من الإدارة الذاتية الديمقراطية يا الدار خليل وكل يعني شلة المتعاونين والمغطين على هذا الفساد يعني يتحدثون عن فساد موجود في كردستان العراق صحيح لكن لا لا يتحدثون عن فسادهم وفسادهم يتجاوز الأمور المالية إلى يعني اللعب بالدم المواقع الإعلامية الناشطة والعاملة في الشمال السوري وروشافاو يعني يفترض أن تكون جريئة وشفافة في تغطية أو رصد قضايا الفساد والاختلاس المالي والفساد الإداري طبعا الكثير من هذه المواقع يعني يعني مرخصة ومدعومة ومغطاة من الإدارة الذاتي هذا الموقع نورث بريس الذي يديره عهد الهندي من الولايات المتحدة الأمريكية هو زوجته الفاضلة يعني نشرين تقرير مصور عن جامعة كوباني وتخريج الدفع الأولى من طلابها بعد أربع سنوات من افتتاحها طبعا التقرير منشور التقرير منشور في 28 أكتوبر 21 إذا شلنا منهم أربع سنوات أربع سنوات من الافتتاح أربع سنوات من الافتتاح هذا يعني أننا سنصل إلى 2017 والتقارير الإعلامية التي أنا نشرتها وستجدون روابطها أنه البدء البدء بعملية البناء حسب تصريح تشومان كان عاني وهو التقارير الإخبارية أنه البدء بدأ في 2018 لكن العباقرة العباقرية الإعلامية لدى نورث بريس ورئيس تحريرها ومديرها يتحدث هنا يعني بعد أربع مضي أربع سنوات من افتتاح هذه الجامعة طبعا يعني حتى الأموال التي يتلقونها هؤلاء الفاسدون من الإعلاميين من زمرة الإعلاميين الفشلة يعني هي مسمومة وضالعة في عمليات الفساد شوفوا أنتم هنا للأسف الشديد مش بس عهد الهند يعني القصة لا تتوقف بل هناك صحيح أن كوبان فيها الكثير من الشرفاء إعلاميين وصحفيين لكن هناك الكثير الكثير من الأنذال وأصحاب الأنفس الرخيصة 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 من من يعني يتسترون وبل ظالعون أيضا في تدمير هذه المدينة بعد تدميرا ثقافيا بعد يعني التدمير العمراني يعني لم وكأنه مدينة كوباني لم يكن كان يكفيها ذلك الدمار حتى تأتي عمليات الاختلاس والرقص على أنقاض المدينة وعلى الضحايا وعلى الدم فقط يعني يعني للتقرب من حزب العمال الكردستاني والحظي بمكانه أو بمديح من هذا الحزب المسؤول عن دمار كوباني والمسؤول عن الفساد المالي والاختلاسات والنهب الذي تعرضت له هذه المدينة الشهيدة المنكوبة الحزينة هذا هو التقرير كما يظهر لديكم هنا وسأنشر الرابط كيف أنه نورث بريس هذا الموقع الممول من التحالف الدولي ومن كان لهذا الموقع أي دور في كشف عمليات الفساد أم لا هنا يتحدث عن عن تخريج الطلبة بعد أربع سنوات من افتتاح الجامعة اللي يعني يفترض قياسا أنه تكون قد تم افتتاحها في 2017 والتقارير أكدت أنه بوشرة بالبناء والإعلان عن أعمار هذه الجامعة في 2018 ويفترض أنه سنة 2000 سنة 2000 تنتهي أعمال البناء لكن كان عاني لهف الملايين دولارات وهرب تحت سمع وبصر وتغطية حزب العمال الكردستاني وجهات أخرى ربما تحدثت عن نورث بريس كمؤسسة إعلامية من خارج الحدود من ما وراء البحار تنشط في الشمال السوري وممولة من التحالف الدولي ويعني ساهمت بشكل أو بآخر في عملية التضليل الإعلامي ونأد بنفسها عن قضايا الفساد والمتابعة الموضوع فيما يتعلق بجامعة كوباني ومدينة كوباني هنا نحن أمام أحد أساطين وعباقرة الإعلام الكردي وأستاذنا وحبيب قلبنا الصحفي فاروخ حج مصطفى من أبناء الكوباني وأولى به أن يتابع هذه القضايا بحكم العمل الصحفي والصحافة الاستقصائية ويعني الرجل لديه تجربة ويقدم محاضرات ويساوي ورشات وكل التفاصيل في الدستور في القانون في الإعلام في الصحافة ولديه مؤسسة الإعلامية ببرشاف كما ترون ممولة من عدة جهات منها الإدارة الذاتية وكردستان العراق وربما جهات أخرى أيضا هذا ليس موضوع لكن ما يهمني أنه هذا الإعلام الكبير ومؤسسته الكبيرة الفذة برشاف التي بمعنى المنظار أو النظار أو أي شيء افترض أن ترصد حالات الفساد المالي والإداري في كانتون كوباني في مدينته لا أن يساهم بشكل أو بآخر في عملية التعتيم والتضليل هنا تقرير عن عمل جامعة كوباني والتقرير منشور في 2 نوفمبر 2021 عدد المشاهدات 211 وعدد المعجبين 12 برشاف كوباني FM واللوغو واضح لوغو مؤسسة كاك فاروق حج مصطفى كاك فاروق يعني ضمن يعني صحيح مهم أن تلتفت إلى الدستور السوري والقضايا الدستورية وتأتي إلى سويسرا وإلى ألمانيا وإلى بروكسل وتعمل محاضرات وندوات لكن أولى بك يعني أن تهتم قليلا بموضوع كوباني والاختلاسات الحاصلة في يعني في القضايا العلمية على الأقل في قضايا الإعمار في أن تتابع هذه الأمور لا تتابع هذه مسألة أخرى اعتبارات أخرى لك أن تفعل ما تشاء ولي أن أشير إلى برشعب وإلى مؤسستك وإلى سلوكك الإعلامي بالقليل من ملح النقد فالنقد يعني لا يفسد للوضي قضية هذا هو الموقع الرسمي لكانتون كوباني الإدارة ذاتية ديمقراطية في شمال سوريا هذا التقرير الإخباري منشور بتاريخ عشرين يناير 2016 عن المؤتمر الصحفي لمناسقية إعادة أعمار كوباني ما يهمني في هذا التقرير وروض اسم هاوجين عزيز على أنها بشكل رسمي عضو منسقية إعادة إعمار شحط أوروبا عن عمل المناسقية في أوروبا وحملات التي قاموا بها من أجل إعادة إعمار كوباني المهم في هذا التقرير يرد اسم هاوجين الكردية العراقية التي تحمل الجنسية الأمريكية والإيرانية وهي عضو منسقة إعادة إعمار الكوباني التقرير بتفاصيله ستجدون رابطه أسفل هذا الفيديو والمزيد من الحديث عن هاوجين عزيز ومن هيه هذا منشور لهوجين عزيز في 9 مايو 2016 يشير إلى وجودها في مدينة كوباني المنشور مرفق بصور للخراب والأنقاض ويعني عمليات البناء في المدينة هذه الصفحة الرسمية لهوجين عزيز كما ترون تعرف نفسها بأنها ناشطة كردية ومختصة يعني في شؤون الشرق الأوسط وتدرس في جامعة الأمريكية في السليمانية هذه التفاصيل أو معلومات عن هوجين عزيز وقد أعلنت زواجها أعلنت زواجها من بهمان سعيدي وهذا بهمان سعيدي هو قياد سابق في حزب بيجاك وأتى إلى سوريا وكان خبير في صناعة الصواريخ وسيكون له أو عنه حديث خاص ومنفصل صفحة هوجين وحساباتها على التويتر وانستجرام وبيني وبينها يعني صديقان مشتركان أيضا هنا في شهر مايو نشرت صورة زوجها بهمان سعيدي وهنا في 31 مايو 2021 أعلنت بأنها متزوجة تزوجت من 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 بهمان سعيدي أو هفال شاهو سينة هنا نشرت منشورا أو مقالا عن أولئك الذين يعني نتيجة كراهيتهم للإمبريالية وللولايات المتحدة الأمريكية والسياسات ترامب يتضامنون ويتعطفون مع قاسم سليماني وهي تنتقد هذا السلوك وتقول أنه مناهط الإمبريالية لا تشفع ولا تبرر اعتبار سليماني شهيدا أو مقوما أو مناظرا لكن هوجين عزيز هي نفسها نفسها وعلى علاقة وطيضة ووثيقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني لم تكن عضوا في الاتحاد أو في حركة قوران ويتنسق وتعمل مع حزب العمال الكردستاني هي تعلم بأن الاتحاد الوطني وحزب العمال الكردستاني هما يعني أداتان في يد السلطة الإيرانية طبعا يمكنكم يعني رؤية المحتوى في هذا الحساب غالب يعني تسعين بالمئة أو تسعة وتسعين بالمئة من من الشير وبوستات هذا الحساب حساب هوجين عزيز بروباقاندا ودعاية لحزب العمال الكردستاني وفرعه السوري هذا طبعا أنا أعلم لماذا يعني هذه البروباقاندا وباللغة الإنجليزية وفي تلك الفترة فترة يعني من 2014 ل 2018 عشرين تلك فترة ضخ ضخ الأموال إعادة أعمار منظمات إنسانية كل هذه التفاصيل جرت في تلك الفترة وهوجين عزيز كانت يعني من من الأشخاص الرئيسيين الفاعلين وقت ذاك مع تشومان كنعاني وآخرين واستفادوا كثيرا من هذا الشغل البروباقاندا والريكلام هذا ريكلام السياسي وعلامي مزدوج يقنع حزب العمال الكردستاني بأنها صديقة وفية ومخلصة ومساعدة للحزب وتقنع الأطراف الدولية والجهات الدولية المانحة على أنه هاوجين عزيز هي مصدر ثقة ويمكن التواصل معها ويعني إجراء اتصالات عبرها معها من خلالها مع القوى الفاعلة على الأرض هذا منشور عبارة عن ريكلام ودعاية لحاوجين عزيز وصفحتها والمديح فيها على اعتبارها مصدر إلهام ومصدر ثقة في الشمال السوري هنا صور لها مع أشخاص يعني فتاة لا أعرفها لكن هذه الصورة الشخص الموجود في هذه الصورة هذا الشخص هو أيضا من كرد روجلات من كوادر حزب العمال الكردستاني في روجلات سأتحدث عنه لاحقا لكن الصورة يبدو لي في احتفالات عيد النوروز منطقة ديريك قريبة من معبر سيمالكا الحدودي مع كردستان العراق طبعا هوجين عزيز قامت بمجموعة من الزيارات خارج سوريا وتشكيل شبكة من العلاقات مع الأحزاب والشخصيات والمنظمات وعرض موضوع وملف تقديم المساعدات الإنسانية هذه المساعدات الإنسانية أين كانت تذهب وهل يعني جرى تحقيق في هذا القصوص يعني هي حضرت مؤتمرات في اليونان وفي مناطق أخرى أوروبية بلدان أخرى أوروبية على أي حال يعني المتتبع لمنشورات هذه الصفحة حساب هوجين عزيز سيعلم كمية الشغل والتعب يعني هذه الفتاة اجتهدت حتى أقنعت حزب العمال الكردستاني والأطراف والجهات الأخرى لكي تحصد في النهاية يعني حصادت جهدها بأن تزوجت من إحدى كوادر وقيادات حزب العمال الكردستاني واختلست ما اختلست ومن أموال ذهبت هذه الأموال لإعمار كوباني أو لإعادة يعني إعمار البناء التحتية في شمال السوري بشكل عام وفي كوباني على وجه الخصوص في هذا المنشور بتاريخ 13 أغسط 2015 نشرت أو هذا اللوغو هذا المنشور آخر لاحظة في هذا المنشور تدعو هوجين عزيز الناس للتبرع لمدينة كوباني كل ما تحتاجه المدينة بشدة الآن هو 120 ألف دولار يمكنك التبرع على كذا كذا يعني هناك طلب للمساعدة وأطفال وشباب أو أطفال يرفعون نشرت أرفقت منشورها بصورهم يبدو أنه هوجين يعني بدأت تواجدها في مدينة كوباني في هذا التاريخ هنا أيضا تعلن زيارتها لكوباني في يعني شهر يوليو 2015 وتنشر بعض الصور ويعني بعض الريكلام والبروباقاندا السياسية والإنسانية إذا كنت محتما بمعرفة المزيد أو تقديم الدعم المسابعة طبعا هذه الترجمة ترجمة الإنجليزية فيرجى زيارة الموقع لمجلس إعادة إعمار كوباني وأيضا فيما يتعلق بموضوع الطفولة أيضا هناك دعاية واستثمار صندوق يعني فيما يتعلق بمشاريع الإعمار ودعم الأمور الخدمية دعونا نحاول الدخول إلى هذا الموقع نقرأ على الرابط لا يوجد لا يوجد الصفحة غير متاحة ماذا يعني ذلك وهذا الرابط نعم free font من هي هوجين عزيز أتمنى من الأصدقاء في كردستان العراق وتحديدا في السليمانية أن يساعدوني في هذا الخصوص أنا حاولت يعني في هذا الإطار الجهد الاستقصائي الصحفي حاولت يعني أنا أتحرى من هي هذه السيدة الفاضلة التي أتت إلى كوباني تحت غطاء العمل الإنساني وإعادة الإعمار وعرضت خدماتها لكن عثرت على حساب لها على التويتر بدأ لي أنه يعني حديث أما هذا الحساب على الفيسبوك يعود إلى 2014 ومن هنا يعني من هذا العام بدأت الخطة وهي يبدو لي إنها سيدة ذكية وبل حادة الذكاء يعني خططت ونفذت وحصدت هذه الصورة لزيارتها الأولى إلى كوباني كوباني ترحب بكم في عشرين حزيران 2015 طبعا هذه الصور التي سأعرضها هي صور البروفايل ليست كامل الصور النمازج من صور البروفايل هذه الصورة لها مع زوجها وقد أعلنت عن الزواج مؤخرا في العام الماضي زوجها هذا يعني له قصة سأعرض ملفه في الحديث عن الكوادر الكردية الإيرانية التي استجلبها حزب العمال الكردستاني إلى روجها وكيف هؤلاء اختلسوا وقتلوا وعاتوا فسادا في تلك المناطق كما يبدو من الصورة فتاريخها يعود إلى يعني شهر مايو وشهر مايو الماضي وهذا الشخص اسمه بهمان سعيدي لكنه ضمن حزب العمال الكردستاني وضمن بيجاك حزب الحياة الحرية الكردستاني كان يعرف بشاهو سيناء هذا الشاهو سيناء لا بس أعرض بعض المعلومات عنه لحظة كان معروف بخبير خبير صناعة الصواريخ يعني على أساس هكذا كان ضمن حزب الحياة الحرة الكردستاني الإيراني فرع حزب العمال الكردستاني في إيران يعني أرسل خصيصا كان موفد دوران كالكان القيادي البارز في حزب العمال الكردستاني التركي القيادي التركي في حزب العمال الكردستاني هذا الرجل كان موفد دوران كالكان وكان لديه صلاحيات واسعة يتنقل يعني إلى روسيا إلى أوروبا إلى دماشق إلى العراق ويجلب بحكم أنه إيراني يجلب تجار إيرانيين لكي يعملوا في رجاضا ويعين مسؤولا للتصنيع العسكري للتصنيع الحربي حزب العمال الكردستاني عينه مسؤولا للتصنيع العسكري والحربي في روجاضا وكانت لديه مقرات في عفرين وفي كوباني ورميلان وفي السليمانية ولديه شبكة واسعة من العلاقات والأخص مع الإيرانيين هذا الشخص يعني أكثر من مرة المصانع أو ما يفترض بأنها مصانع لتصنيع الأسلحة تعرضت للحريق أكثر من مرة وهو كان يتهم شباب روجاضا والعمال في تلك المصانع إنهم يتحملون مسؤولية تلك الحرائق ويطردهم من العمل أو يعلنهم جواسيس لأردوغان في آخر في آخر مرة حسب المعلومات التي وردتني عن شاهو سنة أو بهمن سعيدي في آخر مرة ذهب إلى أربيل ومعه مبلغ كبير لشراء بعد المعدات المبلغ يفوق 2 مليون دولار ولم يعد يعني منذ ذلك الحين وبقي مستقرا في كردستان العراق وهو أيضا أعلن زواجه من هاوجين عزيز وسأتي يعني وعلى الحديث مزيد من التفاصيل عن هاوجين ومن هي حاليا حاليا شاهو سنة أو بهمن سعيدي يعمل مع الزانياري مع استخبارات الاتحاد الوطني الكردستاني وله علاقة وثيقة قوية مع شاناس إبراهيم أحمد هذا بخصوص زوج هيوى هاوجين عزيز بالعودة إلى هاوجين كما ذكرت لكم هي يعني قدمت نفسها على أنها أكاديمية ومدرسة في جامعة الأمريكية في السليمانية ولديها خبرات وطاقات وتريد تقديم الخدمة الإنسانية والمساهمة وهي كانت ضمن لجنة إعمار كوباني تصوروا حزب العمال الكردستاني يفرض هذه السيدة التي تحمل الجنسية العراقية وربما الإيرانية أيضا وربما جنسية أخرى غربية حزب العمال الكردستاني فرضها لتكون ضمن لجنة إعمار كوباني مع من؟ مع تشومان كان عاني وسأتي في الحديث عنه وكانت ضمن هذه اللجنة وفي التقارير في التقارير الأخبارية التي صورتها أو حولتها إلى فيديوهات مذكور اسم هاوجين هذه الصور من لاحظوا التسلسل الزمني لنشرها صورها في بروفايلها على حسابي على الفيسبوك ويعني هاوجين عزيز أعتقد أنه هي أيضا على علاقة وطيدة ووسيقة مع شاناز برايم أحمد القيادية البارزة في الاتحاد الوطني الكردستاني ويعني كانت لدي طبعا هي أثناء تواجدها في كوباني منذ 2015 شكلت شبكة من العلاقات وتعرفت على زوجها هناك تعرفت على زوجها شاهوس هناك في روجاذا ونشأت بينهم قصة حب كبيرة وحتى هذه القصة كانت معروفة عندما أهالي كوباني يرون هذا الفيديو سيعرفون شاهوس أو بهمان سعيدي وزوجته الفاضلة هاوجين عزيز طبعا بحكم وجودهم في لجنة الأعمار أعمار التي كانت لجنة ضمار يعني اختلصوا الأموال تشومان كان اختلص الأموال وشاهوس أيضا اختلص الأموال المكرسة لأعدد أعمار كوباني وهاوجين عزيز أيضا كانت شركتهم في عمليات الاختلاص هذه صورها التي تعود إلى فترات متعددة مدينة كوباني هي ركزت هي وضعت نصب عنه أعينها مدينة كوباني لأنه يعني تعلم أنه المدن التي تتعرض إلى ضمار وخراب سيصار إلى إعادة أعمار وهي جابت المدن الأوروبية لتجميع الأموال وفتحت صفحات وأسست منظمات وهمية بهذا الخصوص ويعني التقطت صورها مع المقاتلي مع الأطفال مع النساء هنا صورة لها مع رمزي كارتال المسؤول أو البرلماني الكردي السابق عن حزب العمال الكرساني في البرلمان التركي وهو حاليا نشغل يعني مناصب سياسية في المؤتمر الوطني الكردستاني ومقره بروكسل هذه الصورة أعتقد التقطتها هاوجين مع رمزي كارتال في بروكسل وهذه الصورة غالبا لأنه أنا أعرف هذا المكان هذه الصورة في ستوديوهات روش تيفي أو ستيرك تيفي أو ستوديوهات فضائية تابعة لحزب العمال الكردستاني في قرية ديندرليو التي تبعد عن بروكسل مسافة عشرين كيلومتر تقريبا صورها هذه أول صورة في بداية في بروفايلها في الحساب كما يظهر في التاريخ شهر أغسطس 30 أغسطس 2014 عندما فتحت هذا الحساب لتكرسه وتخصصه للبروباقاندا الحزبية أو لحزب العمال الكردستاني وتكسب ثقة حزب العمال الكردستاني ويقوم حزب العمال بفتح الأبواب أمامها وتعبيد الطرق حتى حصدت قلب شاهو سينة مسؤول التصنيع العسكري في روجاضا وحصدت معه كميات لا بأس بها من الأموال التي كان تلك الأموال كانت يفترض أن تكون لأبناء مدينة كوباني المنكوبة هؤلاء شاهو سينة وهوجين عزيز و تومان كان ينبغي أن يحال للقضاء بتهم الاختلاص مدن منكوبة هؤلاء يعني أمراء حرب أو تجار حرب يعتاشون على يعني الأوضاع المأساوية والكارثية للمواطنين الكرد السوريين شاناز أحمد واستخباراتها سيشاهدون هذا الفيديو وكل المذكورين أسماءهم سيشاهدون هذا الفيديو من يتحمل مسؤولية الخراب الذي تعرض له والسرقة والاختلاص الذي تعرضت له مدينة كوباني هم حزب العمال الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني هذا الرجل أيضا يدعى تشومان كنعاني كما شاهدتم في المقابلة الإذاعية التي أجرتها تلك المقابلة أجرتها معه إذاعة جان أف أم في كوباني الإذاعة المحلية عندما أعلن إطلاق أو تأسيس مشروع جامعة كوباني هذا هوال 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 تشومان كان عاني أتى من كردستان العراق لكي يعمر الجامعات لأهل كوباني لمدينة كوباني المنكوبة وترأس لجنة إعادة إعمار هذا المختلس أتى به حزب العمال الكردستاني لكي يترأس لجنة الإعمار في كوباني وبسر تشاو كاك تشومان بسر تشاو كم جيان كاك جيان من يعني أنا سرت بالتعرف على هذا اللص الودود الدمث من هو يعني لا أعلم إن كان من كرد العراق أو من كرد إيران أنا أعلم بحكم التقاء التقارير بحكم التقارير المنشورة عنه واسمه يعني أنه يعني أتى إلى روجافا وكان موفد من جميل بايك يعني ومن شاناز إبراهيم أحمد الثنين بيعرفوا هذا الشخص يعرفوا تشومان كنعاني أتى وزعم بأنه مهندس مهندس عمارة وبدو يقدم خدمات لأهل روجافا ولمدينة كوباني وكما ذكرت لقيت دعم من شاناز إبراهيم أحمد وجميل بايك في روجافا وكان الكادر في حزب العمال القيادي في حزب العمال الكورستاني جميل آمد هذا الشخص أعرفه والتقيت به في 1996 وستة وتسعين كان مسؤول حلب مسؤول حزب العمال الكورستان حلب يعرفونه هظال جميل من منطقة من منطقة قرتي لا أعلم ربما فقد حياته أيضا كان يلقى دعما تشومان كانعان يلقى دعما من هظال جميل بشكل غير محدود وأعين مسؤول إعادة أعمار كوباني مع من مع هوجين عزيز وحسني يولماص حسني يولماص ستسرينني معلومات عنه تشومان كان يذهب إلى كل مكان ويجمع التبرعات لأجل إعادة أعمار كوباني مع العلم أنه يعني كوباني يعني أهلها يعني من ساهم في في إعمارها وكل المبالغ التي يعني خصصت أو تم تجميعها لإعادة أعمار كوباني شفتها حزب العمال الكردستاني وأعطى نصيب تشومان كانعاني وهي هوجين عزيز كل واحد أخذ اللي فيه النصيب من الأموال من هذه من تلك الأموال الشيء الوحيد الذي تم بنائه هو حي كوباني الجديد الذي تم توزيع توزيع شقاقه ومنازله على عائلات وكرد باكور وهدف الهاربين إلى كوباني بعد هزيمة أنتوا تذكرون ربما أو الكرد يذكرون حرب الخنادق التي أعلنها حزب العمال الكردستاني في تركيا عشرات العوائل نزحوا إلى كوباني أسكنهم حزب العمال الكردستاني في تلك الشقق في ذلك الحي ولم يحصل أهالي كوباني على أي شيء من ما يفترض أنه إعادة أعمار كوباني تومان كان أثناء أعمار الحي يعني كما وصل أنه كان مثل المنشار يعني يلهف من الجميع وكان بالإضافة إلى ذلك يعني يبيع الأجهزة والمعدات ويعني فتح أكثر من قناة يعني للحصول على الأموال وأهل كوباني يعرفونه عندما يرون هذا الفيديو سيعرفونه هنا يعني في حفل أو مؤتمر صحفي للإعلان عن جامعة كوباني وقد تحدثت عنها يظهر في الخلف مخطط جامعة كوباني اللي أعلن تومان كان عاني إطلاق هذه الجامعة وقت ذاك ويعني هناك مؤسسة بريطانية يعني تبرعت لجامعة كوباني لم يصار إلى ذكر اسمها في التقارير الأخبارية المنشورة في وسائل إعلام حزب العمال الكردستاني لكن يعني شاناز براهيم أحمد هي يقال يعني هي التي فرضت تومان على تلك المنظمة لكي يعني تومان يحصل على الأموال أو تلك المنظمة ترسل الأموال عبر تومان تومان كان يعني بالإضافة إلى التبرعات الأخرى التي جمعت من أجل الجامعة أو سواء من أجل هذه الجامعة أو من أجل إعادة أعمار كل هذه الأموال التي تأتي إلى الخارج كانت تمر عبر شاناز إبراهيم أحمد وهضال جميل آمد ووضعوا بعض يعني شوي هياك الإسمانتية على أنهم بدأوا بإعمار الجامعة وكما ظهر في التقارير السابقة كيف أن الموضوع كان كله كذب ومشاريع وهمية وشومان كوباني هو أيضا فر وأنا بصراحة لا أعلم مكان هل ما زال موجودا في رجعبا أم يحظى بحماية شاناز إبراهيم أحمد في السليمانية أو في بلد أوروبي أو في الولايات المتحدة الأمريكية هذه صور لهذا كذب كان كان عاني هنا صورة له مع هاوجين مع هاوجين عزيز هذا الشخص لا أعرفه هاوجين هاوجين عزيز لكن هذا ما أمكنني قوله في هذا الفيديو هناك فيديوهات أخرى فيديوهات تفصيلية على الكوادر الكردية الإيرانية التي فعلت فعلها وعاثت خرابا وفسادا في الشمال السوري أعلم أنه هذا الفيديو سيجر علي المزيد من الشتائم والكوارث والاستهداف ليس فقط من قبل حزب العمال الكردستاني إنما من الاتحاد الوطني الكردستاني أيضا ومن أزلام شاناز إبراهيم أحمد لكن الحقيقة ينبغي أن تقال هذا الجهد الصحفي الاستقصائي في يوم من الأيام سيأتي وسيتحدث الناس عن هذا الجهد بكلمتين على أقل التقدير إجمالا أترككم هنا ولا أضع النقطة في نهاية السطر لأنه ما زال للحديث بقية إلى حين ذلك ألقاكم على خير شكرا